نهاردة بنكلم في موضوع مهم جدا جدا قل جاء الحق أو هنسمي الحلقة خدت بالك شكرا خدت بالك هنسمي الحلقة كده شكرا خدت بالك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بنتعلم إيه من الآية دي؟ بنتعلم من الآية الكريمات دي مناهج الحياة مناهج الحياة قل جاء الحق وزهق الباطل أول حاجة أنا لما بزرع في ابني الحق في العلم الحق في المعرفة الحق في التربية الحق في الأدب الحق في السلوك قل جاء الحق من غير ما أقول له رؤيتك لكذا دا غلط أفعلك كذا غلط أنت عملت كذا غلط لأ أنا أكلمه عن الحق دائما يزهق الباطل اللي كان موموت والآيتين دول يعني نخليهم لنا نبراز في الحياة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نخليهم منهج حياة في التربية نخليهم منهج حياة في البيع في الشراء في السلوك نخليهم منهج حياة في التدريس في التعليم نخليهم منهج حياة في التحفيز في تعليم الدين والشريعة نخليهم منهج حياة في كل شيء إحنا مجرد ما نقدم الحق الباطل بيمشي لوحده من غير ما نتكلم عنه يعني أضرب لحضراتكم مثل إحنا لو مسكنا عصايا دلوقتي ودخلنا غرفة مظلمة وعدنا نمسك العصايا كده ونقول اطلع بره يا ظلمة يا ظلام اطلع بره اطلع بره يا ظلمة الظلامة يطلع؟ مش هيطلع ليه؟ لأن الأسلوب اللي أنا بعالج به خروج الظلام أسلوب غلط طب الصحي إيه؟ الصحي إن أنا لو نورت عود كبريت صغير أو شمعة ودخلت بيها من غير ما أقول للظلام اطلع الظلام هيمشي والنور هو الذي سيحل في هذا المكان يبقى احنا عايزين دلوقتي مخينا ده يشتغل وإحنا بنخرج أي نوع من أنواع الظلام ومن انشغلش بالباطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يبقى أنا لما بنشغل بالحق بنشغل بالحق باب في إيه؟ بنشغل بالحق في نفسي أبدأ ربي نفسي كما يحب ربي تبارك وتعالى أنشغل بالحق بنفسي أغض بصري أنشغل بالحق بنفسي أطيع ربي تبارك وتعالى في كل ما أمرني أنشغل بالحق في نفسي هيخرج بقى مني هيزهق الباطل اللي فيها الباطل اللي فيها في النظر الباطل اللي فيها في الكلام الباطل اللي فيها في التفكير الباطل اللي فيها في المشي إلى الأشياء التي لا يعني تحمد عقباها يبقى أنا دلوقتي أبدأ بنفسي بأننا أدخل هذه النفس في الحق قل جاء الحق جاء الحق إلى قلبي جاء الحق إلى عقلي جاء الحق إلى عيني جاء الحق إلى لساني جاء الحق إلى أذني جاء الحق إلى مشاعري جاء الحق إلى عواطفي جاء الحق إلى ما يعني لكل ما خلق فيه جاء الحق جاء الحق فأنا حينما أنظر إلى الحق ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحق مجرد ما أنا أدخل الحق في ذاتي في شخصي في كل شيء في حياتي وأبقى شخص أتبع الحق تبارك وتعالى وأعمل بالحق وأعيش بالحق وأعالج نفسي من أمراضي بالحق كل جاء الحق جاء قل جاء الحق وأستيقظ إن كان ضميري ضايا إن كان واحد مرتاشي إن كان واحد بيفعل أشياء غير طيبة أستيقظ وأقول قل جاء الحق جاء الحق وزعق الباضل لما بيجي النهاردة إحنا خايفين على أولادنا خايفين على أولادنا من إيه؟ خايفين على أولادنا يبقى إحنا اتفقنا جاء الحق في البيع في الشراء جاء الحق في قيادة السيارة جاء الحق في تعاملي مع زوجاتي جاء الحق في تعاملي في حياتي خلاص؟ ترجمة نانسي قنقر